بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الآلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الأهل الليلة حالة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستكداد الموجودة على الساحة الرياضية في العالم أجمع خاصة بعد فكرة طبعا تفشي فيروس كورونا وأصبح خلاص بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء منتشر في العالم كله لكن بالطبع الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي هذا الفيروس وبالتأكيد جهود جديدة بالاحترام خاصة أنها بتؤكد أن الدولة المصرية بتضع أمام أعينها دائما مصلحة المواطن وأمنه وسلامته خلال الفترة اللي جاية مصر كمان كانت من عوائل الدول اللي اتخذت تدابير احترازية وإجراءات متعلقة بالحد من انتشار هذا الفيروس خلال الفترة الماضية بمجرد ما تم إعلان فيروس كورونا من الصين وإعلان حجر صحي وإجراءات لازمة في المطارات فضلا كمان عن تعليق النشاط الرياضي خلال الفترة الأخيرة لمدة أسبوعين حتى نهاية مارس وأيضا كمان تعليق الدراسة في المدارس والجامعات خلال الفترة القادمة وأيضا تعليق رحلات طيران هذا الخبر أو هذا القرار اللي أعلم اليوم من رئاسة مجلس الوزراء لمدة يعني أسبوعين تداء من يوم الخميس القادم إن شاء الله حتى نهاية شهر مارس لكن على المستوى الرياضي بالتأكيد الرياضة العالمية والرياضة في كل دول العالم تأثرت كثيرا نتيجة هذه القرارات وهذه التدابير الاحتراثية سواء في العديد من الدول الأوروبية الخمس دوريات الكبرى الدول الإنجليزي الأسباني الإيطالي الألماني الفرنسي كل تأثر نتيجة طبعا توقف النشاط وتعليق النشاط الرياضي وعدم إقامة أي أحداث سقروية خلال الفترة الحالية كمان في المنطقة العربية الكل تأثر بهذا الموضوع يمكن الدوريات العربية بنسبة كبيرة أو الكل ما فيش أي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية دوري أبطال العرب أيضا كأس البطولة العربية تم إرجاء مراحل الدور نصف النهائي الكل بشكل عام ينتقدر تقول الكورونا سيطرت على الرياضة العالمية وسيطرت على كرة القدم تحديدا خلال الفترة اللي جاية وبالتالي الكل خلال الفترة اللي جاية بيحاول يتابع الجديد في المرحلة اللي جاية هل بعد تعليق النشاط الرياضي في بعض الدول لمدة شهر في دول أخرى حتى 5 إبريل في مصر تحديدا حتى نهاية تمارس لكن بعد هذه الفترة أو بعد هذه المدة ما هو الوضع؟ محدش يقدر يجاوب على هذا السؤال خلال هذه الفترة لأن طبعا كل يوم أكيد في جديد وكل ساعة في جديد لكن نتمنى يا ربي خلال الفترة اللي جاية أن يكون فيه يعني حد انتشار هذا الفيروس في كل دول العالم بإذن الله إن شاء الله وبالتأكيد يعني الكل بيحاول الفترة اللي جاية أنه يقدم رسائل إيجابية والفترة اللي جاية لازم نجوم كرة القدم في العالم في فيديوهات أنا أعرضها ونتكلم عليها لكن مهم جدا للفترة الجاية أي نجم أي رمز لازم يكون ليه رسائل إيجابية في الفترة الحالية عشان النجم أو الرمز ده العالم كله بيحب يسمعه بيحب يشوفه فلما بيكتب تويتا أو لما بينشر فيديو على حسابه الشخص أو على أكاونت الشخص بتاعه أكيد رسالته بتوصل بسرعة طبعا الدول والحكومات الكل بيحاول قدر إمكان يبقى فيه رسائل توعية للشعوب لكن في نفس الوقت يمكن في بعض الأحيان نجوم كرة القدم تحديدا رسائلهم في اللحظات اللي زي دي بتابع مهمة جدا لكل شعوب العالم من قريب كنا عرضنا تويتا كان كتبها طبعا ليونيل ميسي وفيه صورة معاه لطفليه وبيوجه كلام طبعا بالنسبة للناس بالنسبة للمرحلة الجاية والحدث الجلل اللي بتأكيد بيمر بالعالم خلال الفترة الحالية فمثل هذه التصريحات أو مثل هذه الأحداث بتبقى لها تأثير ولو حتى إيجابي بالنسبة في طمأنينة الشعوب أو حتى توعية الشعوب في كيفية التعامل في الفترة اللي جاية الأحداث الرياضية كلها الفترة الجاية كلها منصبة حول هذا الموضوع لأن انت لو هتكلم في كورة مفيش أحداث قروية لو هتكلم في تحليل الفني مفيش أي أحداث الفترة الجاية تقدر تكلم في تحليل فني لكن تقدر تتكلم على إزاي الاقتصاد اقتصاد الكورة تأثر نتيجة هذه الظروف اللي نقدر نقول لأول مرة في العالم بشكل كبير في أوبئة كتيرة كانت بتحصل في فترات سابقة لو بتتكلم عن الكوليرا مثلا في فترة من الفترات كان لها تأثير سلبي في بعض الدول لكن إيقاف نشاط وحدث جلل في العالم كله بالمنظر ده ما كانش موجود الألف نوانزة في بداية ظهورها وفي بداية اكتشافها لما كانت برضو من الأمراض المميتة ما كانش بنفس الشكل فبالتالي نقدر نحن بنمر بحدث لتأثير سلبي مش على الرياضة فقط على كل يعني ظروف الحياة ومنح الحياة لكن ما بيننا احنا قناة رياضية وبنتكلم دايما في الرياضة وفي الكورة تحديدا فبنتناول هذا الجانب هذا الجانب لا تأثر تأثير كبير في المدة الوجيزة أو الفترة القصيرة لسه طبعا الفترات اللي جاي هنبدأ نشوف مدى التأثير ده على المدى البعيد لان كمان بعد اسبوعين أو بعد ثلاث أسابيع أو كل دولة حسب إيقاف النشاط بتاعها هنشوف بعد كده التأثير ده مدى يعني أبعاده في الفترة اللي جاية كمان الخسارة المالية ممكن نتيجة إيقاف بس المباريات إيقاف المباريات وعدم حضور جماهير الرعاة لسبونسر كل ده بالتأكيد هيكون لي تدعيات في الفترة الجاية ودلوقتي كل الوكالات الأجنبية بتتكلم بفكرة حصر المبالغ الاقتصادية اللي ممكن يكون فيها خسائر مالية نتيجة إيقاف النشاط في الفترة اللي جاية أيضا كمان لو بنتكلم على الأحداث الرديدة الفترة الجاية بتتكلم في دوريات المفروض التي تنتهي في نهاية شهر مايو هل هتستمر بعد نهاية مايو ده هنشوف الفترة الجاية في بطولات المفروض في فصل الصيف اللي جاي تتكلم في بطولة اليورو بطولة الأم الأوروبية بالمسمى القديم بتاعها المفروض في شهر 6 أولمبياد توكيو في الصيف اللي جاي الأحداث دي هل هيتم إرجاءها وتأجيلها لفترة الجاية كل ده مش عارفين الدوريات إذا رجعت وأنا تمانا يا رب ترجع بإذن الله بعد الحد من انتشار هذا الفيروس في أول الشهر اللي جاي هل فترة الإقاف دي هتمد الدوريات لفترة طويلة شوية ده كله أسئلة والاستفسارات محدش عنده إجابة عليها لكن إذا في إجابات عليها تقدر تقول الناس بتتمنى الموضوع يكون قريب عشان تقدر تنهي المسي وما يكونش فيه خسار مالية أو خسار اقتصادية أو خسار حتى بشرية في الفترة اللي جاية لكن كل ده بيولف في عنوان مهم جدا نقدر نختصر بالكلام صحة البني آدم وحياة أي بني آدم أهم كتير من كل التفاصيل اللي هم نتكلم فيها لأن في النهاية الكورة أو الرياضة دي متعة من متاع الحياة تقدر تقول وسيلة لكن ليست هدف الهدف في النهاية أنك تتمتع بصحة جيدة وأنك تعيش أجواء طيبة أنت وأسرتك وعائلتك والشئل يعني نقدر نقول الميزة الوحيدة طبعا نحن في أمور سلبية كتير لكن تقدر تقول فيه ميزة واحدة ممكن من وسط هذه الأزمات والمشاكل وهي فكرة التجمع العائلي أو التجمع الأسري ويمكن حتى نجوم من الكورة في العالم كانوا دايما بيقولوا الحتة دي أو الجزائية دي لأنهم دايما على طول في معسكرات ومبريات فكرة أنهم ينفردوا بالعائلة أو يكونوا موجودين مع أسرهم وأولادهم في فترة طويلة ما بتحصلش كتير يمكن ده الشيء اللافت شوية لنا من خلال متابعاتي للكورة في أوروبا أو في العالم معظم النجوم بيقولوا دي الإيجابية الوحيدة ولازم نستغل ده اللي احنا يكون قريبين أكتر من العائلات من الأسر من الأولاد من الأطفال ونستغل هذه الفترة حتى في التقارم ما بين الأسر والعائلات نتيجة طبعا انشغال الجميع بمناح الحياة المختلفة أو حتى نجوم كرة القدم تحديدا بمعسكرات ومباراة على مدار الموسم سواء مع الأندية أو حتى مع المنتخبات في الأجندة الدولية حالة النهاردة فيها جزئين الجزء الأول فقرة الأخبار نتكلم في مجموعة من الأخبار وعندنا مجموعة من الأرقام وإذا سمحت الظروف وفيه مساحة من الوقت ممكن نعرض فيديو أو اتنين لبعض نجوم الكرة في العالم إزا بيقضوا هذه الفترة نتيجة طبعا العزل والحجر الصحي لكل اللاعبة دلوقتي في هذه الفترة في أوروبا تحديدا مقيمين في هذه الجزئية أو موجودين في هذه الجزئية فكرة في عزل تام لكل اللاعبين وكل لاعب لو عنده فكرة أو عنده موضوع معين عايز انتقل في مكان آخر لازم يختر ناديه عشان يكون فيه سيطرة قدر الإمكان على فكرة انت لازم تحد من انتشار هذا الفيروس لان لقدر الله لو حد أصيب به أبعاده بتبقى أكبر من كده بكتير وتأثيره أكتر بكتير وفكرة العدوى بتبقى ممكن على أوسع مدى في الفترة اللي جاي لقدر الله يعني فهنتابع في هذه الفقرة الإخبارية مجموعة من الأخبار وهنشوف موضوع من الموضوعات أو جزء من الموضوعات دي في هذه الفقرة الإخبارية بعد الفقرة الإخبارية عندنا فقرة مهمة جدا في الأهل الليلة كل يوم اتنين النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ خالد الإتريبي طبعا هيكون ضفن النهاردة يوم الاثنين عشان نتكلم على مدى تأثير انتشار فيروس كورونا على الرياضات بشكل عام طبعا كرة القدم بشكل خاص وبعض الألعاب طبعا الفردية والجماعية وده ليه تأثير أيضا كمان على أولمبياد توكيو الفترة الجاية كمان هنأتناول فكرة دوري أبطال إفريقيا كاس الكونفدرالية كاس الأم الأفريقية للمحليين الفترة الجاية اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي ممكن يقول ليها القول الفصل في هذا الموضوع بفكرة كل ده هننقشه بالتأكيد في الفقرة الحوارية مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ خالد الإتريبي لكن في البداية عايز أتكلم في خبر أو أتكلم في موضوع يمكن طبعا النهاردة من الصبح من الساعة عشر صباحا وقت يعلن هذا الخبر كل تناقلوا وكل تداول هذا الخبر وتكلم عليه فكرة أن طبعا استاد جابومة في العاصمة الاقتصادية للكاميرون الدولة هو الملعب ده اللي هيستضيف نهاية دورة أبطال إفريقيا يوم تسعة وعشرين مايو القادم طبعا الخبر بالنسبة لنا هنا في قناة الأهلي أو تحديدا في برنامج الأهلي الليلة الحمد لله يمكن لنا الصبق وأعلن هذا الموضوع من حوالي أربعتاشر يوم أو خمساشر يوم قبل حتى الكاف ما يعلن الدول اللي حصلت بينها المنافسة على استضافة نهاية دورة أبطال إفريقيا لكن الجديد ودائما نحن بنحاول نقدم لكم الجديد وبنحطكم في قلب الأحداث قبل أي جهة إعلامية أخرى أن الفترة الجاية طبعا الاتحاد الإفريقي بيحدد حسب الخريطة الزمنية أو حسب التسلسل الزمني في إقامة موعد المباريات في تحديد الأماكن إقامة هذه المباريات ده تسلسل زمني طبيعي جدا يعني انتظار الأحداث اللي جاية أو هنشوف الفترة الجاية الموعدة هتكون رسمية والناس هتلتزم بيها ولا فيروس كورونا هيكون لي رأي آخر في تحديد هذه الموعد لكن المعلومة اللي عايز أأكدها لكل الناس أن في لجنة طبية من الاتحاد الإفريقي سفرت أول أمس إلى الكاميرون لتقديم أو لإجراء تصور على استضافة كاسرهم الإفريقي للمحليين في الكاميرون خلال شهر إبريل القادم في حال إذا كان للتقرير الطبي رأيه آخر في عدم إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين الشهر القادم في الكاميرون قد يطول التغيير في موعد هذه البطولة وإرجاءها أو تأجيلها أو إلغاءها على حسب ما يترى للمكتب التنفيذ وقتها بناء على التوصية الطبية اللي هتكتب أو اللي هتخرج من اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي وفي حال إذا ما تم اتخاذ قرار بخصوص هذه البطولة طلطة أمم الإفريقي للمحليين سيكون هناك تدعيات أخرى على دور أبطال إفريقيا وكاسر كونفدرالية في شهر مايو القادم لن نصبك الأحداث لكن اللجنة الطبية خلال هذه الساعات بتعكف على متابعة الإجراءات في الكاميرون وإذا كان البعض بيرى أن الدول الإفريقية بعيدة كل البعض عن انتشار فيروس كورونا لا غير صحيح لأن هناك عدد من الدول الإفريقية خلال الساعات القليلة الماضية اتخذت قرارات بتعليق النشاط الرياضي سواء غانا الكنغو الجابون ليبيا مصر المغرب العديد من الدول لكن ما زالت هناك دوريات تلعب في هذه اللحظة أبرزهم الدوري الكيني الدوري الناجيري والدوري الكاميروني وأيضا كمان الدوري الجنبي بشكل عام هنشوف قرار اللجنة الطبية أو التوصية في فكرة إقامة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين الشهر القادم في شهر إبريل وإذا ما تم تأجيل هذه البطولة أو تغيير موعدها بسبب فيروس كورونا بالتبعية يعني هيكون فيه قرار متعلق بمسابقات الأندية الأفريقية الفترة القادمة ونضع في الاعتبار نقطة مهمة جدا كمان الأندية التي تأهلت للسيمي فاينال سواء من مصر أو المغرب الرجاء والوداد الأهل والزمالك هناك تعليق من النشاط الرياضي وهناك أجازة مفتوحة لهذه الأندية أو هؤلاء الأندية الفترة اللي جاية وبالتالي ما فيش أي تدريبات طبعا تدريبات لمدة أسبوعين أو ثلاثة راحة كاملة ما فيش أي مباريات محلية أزيدكم من الشاعر بيت أن المنتخب المغربي المحلي كان هيشارك في بطولة الأمم في الكاميرون تم إلغاء المعسكر وبالتالي المنتخب المغربي حتى إذا تم تحديد البطولة وإقامتها بنسبة كبيرة لن يشارك في هذه البطولة نزيج طبعا أنه تم إلغاء المعسكر وما فيش تدريبات للمنتخب في الفترة الحالية والبطولة ستقام في أوائل شهر إبريل القادم وبالتالي لو لعب الكورة بعيد عن التدريبات ما بين فترة أسبوعين ثلاثة وعشان ترجعوا للمباريات من جديد بالتأكيد محتاجة مساحة وقت فخلال الفترة الجاية هيتحدث بشكل نهايي إمكانية تهيير وتعديل هذه الموعيد في الفترة الجاية بناء على القرارات اللي هتتتخذ واللي بالتأكيد هتكون بناء على التوصيل الطبية اللي هتطلع من اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي اللي موجودة حاليا في الكاميرون لمتابعة هذا الأمر إقامة الدور الكاميروني في الفترة الحالية وعدم تأجيله أو تعليق النشاط هل هي كلها علاقة باستمرار المنافسات والمباريات في الكاميرون في الفترة الجاية ده برضو هيبان خلال الفترة اللي جاية لكن بشكل عام كل ساعة وكل يوم فيه جديد وأحيانا بتتخذ قرارات وأنا بتتكلم معاكم دلوقتي بتعليق النشاط في بعض الدول طبعا أوروبا بنسبة كبيرة الكل مفيش فيها كورة ولا رياضة سوى روسيا وتركيا لكن بنتكلم في الشمال الإفريقي تونس كتنبالة بيتلاقي فيها مباريات كأس تونس المغرب علقت موريتانيا علقت مصر علقت ليبيا النهاردة أو تحديدا منذ حوالي ساعتين لغت معسكر المنتخب الأول ومعسكر المنتخب المحلي فعموما هنشوف في الفترة الجاية تدعيات هذا الأمر على المباريات الإفريقية بالنسبة للأندية في الفترة القادمة ده بناء طبعا على الخبر النهاردة اللي كل ناشوف في فكرة إصدافة ملعب جابومة في العاصمة الاقتصادية دولة في الكاميرون نهائي دوري الأبطال أيضا كمان ملعب مولايا عبدالله في الرباط هيستضيف كأس الكنفرية وطبعا المغرب معلقة النشاط للحد من انتشار الفيروس والنهاردة كمان اتخذ التدابير وإجراءات للحد من انتشار الفيروس وفيما معناه بعد الساعة ستة في أماكن معينة اللي بيبقى فيها تجمعات تم غلقها تماما فيما معناه يعني ان الناس تلتزم بيئة تواجد في منازلها وما تكونش موجودة في الشوارع أو المولات أو المقاهي أو السينمات خلال الفترة اللي جاية عشان يكون فيه عناية أو وقاية من هذا الفيروس أو الوباء المنتشر في العالم بشكل مؤسف للأسف طيب وزارة الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي ممكن برضو اتخذت وشددت على فكرة الإجراءات الاحترازية للمنشآت للوقاية من كورونا يمكن فيه توجهات من رئيس مجلس الوزراء بالتوازي مع قرار تعليق الدراسة كنومة للإجراء الوقائي والاحترازي وزارة الشباب ورياضة حرست عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسؤول الوزراء للتوجيه بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بدءا من ديوان الوزراء ووصولا لجميع المنشآت الرياضية خلال الفترة اللي جاية في ناس خلال الفترة الحالية نزلت فيه مراجز الشباب والهيئات الرياضية وفرع الاتحادات والمدريات والملعب المفتوحة وصلاة الألعاب وصلاة اليقى البدنية والأندياء الصحية لتعقيم هذه الأماكن بوسط طبعا شركات متخصصة كمان التحدي كرة القدم برئاسة عمر الجليني خبر معايا يعني بيقول أن فيه تعليمات من اللجنة الطبية في الاتحاد المصري اللي هيخالف هذه التعليمات في الفترة اللي جاية هيتم توقيع عليه غرامات مالية ضد الأندال اللي هتكون غير ملتزمة بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا طبعا ما فيش تدريبات الفترة الحالية نتيجة طبعا هذا الموضوع فبالتالي الكل مترقب الفترة اللي جاية ايه هو الوضع مستقبلا في إمكانية عودة النشاط بعد حوالي أسبوعين تحديدا في مصر الإمارات العربية المتحدة واخد قرار بتعليق النشاط حتى منتصف إبريل فهي العملية نسبية حسب الظروف في كل دولة عن الأخرى كمان أرعة أولمبيات توكيو بالنسبة للعبة قرة القدم طبعا فيه احتمالية كبيرة طبعا لتأجيل الأرعة خلال الفترة اللي جاية ويمكن طبعا فيه منتخبات تأهالت وفيه منتخبات لسه لأن كمان التصفيات المفروض مستمرة لغاية 31 مايو فطبعا طالما إيقاف النشاط في كل دول العالم فأنت بتتكلم على ترحيل هذه التصفيات أيضا في الفترة اللي جاية فلما تتكلم على موعد محددة لإجراء الأرعة أكيد مليون في المية هتتأجل هي كمان نتيجة أن فيه بعض الدول لم يتحدد طبعا من المتأهل أولمبيات توكيو خلال الصيف اللي جاي اليابان هي المستضيفة أوروبا فرنسا ألمانيا رومانيا أسبانيا من القرى الأوروبية نيوزيلندا من أوكيانوس مصر كوديفور جنوب إفريقيا من إفريقيا جنوب إفريقيا أصدي من أسيا أستراليا السعودية كوريا الجنوبية من أمريكا الجنوبية الأرجنتين والبرازيل ده بالنسبة للمرحلة اللي جاية طبعا لو بنتكلم بقى على التأثير بشكل عام أنت بتتكلم أن فيه اجتماع مهم جدا للاتحاد الأوروبي خلال 48 ساعة اللي جاية عشان يشوف مصير مسابقتين دور الأبطال والأوروبا ليج وكمان يشوف مصير كأس أوروبا اللي هتقام إن شاء الله من 12 ستة إلى 12 سبعة فيه طبعا عدد من اللعيبة تعرضوا لفيروس كورونا خلال الفترات الأخيرة نادي اليوفي أعلن مثلا يوم 11 مارس إصابة مدافعه دانييل روغاني بفيروس كورونا المستجد وطبق النادي طبعا جميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين على الجميع نادي سامبادوريا الإيطالي يمكن طبعا الموضوع في إيطاليا صعب جدا بالمقرنة طبعا بكل دول العالم طبعا المهاجم الإيطالي أيضا باتريك كوتروني انضم للايحة المصابين طبعا ده لعيف في نادي فورنتينا الإيطالي نادي أرسنال يوم 12 مارس أعلن طبعا إصابة مدربه الأسباني مايكل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد وبعد ساعات على طول أكد نادي تشيلسي إصابة لعابه الشاب كالوم هادسون أودو بنفس الفيروس طبعا نشاط متوقف في إيطاليا بقرار من الحكومة الإيطالية من يوم 9 مارس حتى هذه اللحظة دول الفرنسي تم تعليق النشاط فيه من منذ يوم 13 مارس رابطة الدور الألماني خدت قرار أيضا من 13 مارس الماضي وإمكان البندزليجة تحديدا منذ عام 62 لم يحدث أي شيء عائق لإيقاف النشاط وعدم إقامة مباريات الدور الألماني فبتتكلم من 62 إلى 2020 فأنت بتكلم في حدث للأسف كبير ولتأثير كبير جدا على الرياضة وعلى كرة القدم بشكل عام الأرجنتين علاقت النشاط خلاص البرازيل علاقت النشاط بالأمس حتى إشعار آخر لم تحدد مدة خلال الفترة اللي جاية فيفا طبعا كان خد قرار متعلق بتصفيات تأسية المؤهلة لكاس الأم الأسيوية وكاس العالم الاتحاد الأفريقي في موضوع الأجندة اللي كانت في مارس وإبريل اللي جاي الاتحاد الأسيوي أرجع مباريات في دور الأبطال الكونجرس نفسه اللي كان هيكون في الاتحاد الدولي في 5 يونيو اللي جاي المفروض كان في أديسة بابا الاتحاد الدولي أعلن تأجيله إلى 18 ستمبر وفيه قرارات كتيرة للأسف طبعا مطالقة بهذا الأمر بنتكلم في القرة بس بنتكلم كمان في كرة السلة بنتكلم كمان في بعض الألعاب الفردية زي المرسل والألعاب القوة وكرة الطولة طيب فيه تفاصيل كتير وفيه فيديوهات وفيه أخبار وإن شاء الله ممكن يكون في معنى مدخلات في هذه الحلقة لكن أكتفي بهذا القدر وبعد الفصل إن شاء الله زميل العزيز والنقض الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ خالد الإتريبي عشان نلقي الضوء شوية ونتكلم ونعمل إطلالة كده على كل هذه الموضوعات ونشوف المرحلة الجاي كمان في النادي الأهلي كيف سيتم التعامل مع هذا الموضوع انتظارا إن شاء الله للحد من انتشار هذا الفيروس استعدادها للاستيناف النشاط بإذن الله يا رب إن شاء الله على أول إبريل القادم والعالم كله يستاني في النشاط بشكل دوري وفوري بإذن الله خلال الفترة اللي جاية فاصل والأستاذ خالد الإتريبي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الحوارية من برنامج الأهلي الليلة واللي بيشرفني فيها النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ خالد الإتريبي أستاذ خالد أهلا بيك من نور الدنيا أهلا بيك أستاذ محمد وبكل المشاهدين قناتنا للأهلي الأجواء والأحداث اللي بتحصل في العالم كله بالتأكيد كلها مرتبطة بإنوان واحد فيروس كورونا بيكتاح العالم وتأثير سلبي على الرياضة وعلى قرة القدم بشكل خاص المشهد بشكل عام شايفه إزاي وبترصده إزاي بسم الله الرحمن الرحيم الفكرة كلها إن المشهد مشهد ضبابي دلوقتي يعني محدش عارف الأمور رايح فيه مشهة إزاي يعني دائما بيتكلم على اجتماعات الاتحاد الأوروبي اجتماعات بكرة المفروض أن تفي اجتماع الاتحاد المصر القوص القدم اجتماعات المفروض الاتحاد الأفريقي بس الفكرة كلها دا اللي بيشغل بالك هيجتماع بيقوله إيه؟ الفكرة لحد الوقتي لحد الوقت اللي إحنا فيه مش عارفين الأمر دا هيطلع إمتى هيخلص إمتى؟ الأمور والوتيرة شايفها متصعدة يعني شايف إن مصر مثلاً بتشدد من آه يعني مفروض ما فيش حركة طوران بداية من أم الخميس لحد آخر الشهر أكيد دا بيترطب عليه برضو أن أنت مش عارف أنت أنت بتحاول تحاصر الأمر بشتى الطرق طبيعي لو جيت تفكر الأمور تمشي إزاي؟ يعني صعب التصور نفسه صعب تصور أنك هتشوف النشاط هيرجع إمتى؟ إحنا كلمنا في أسبوعين الناس كلمت في أسبوعين التقارير طلعت وزير رياضة مبارح في تصريح لي قال ما ملوعدش إن الرياضة ترجع بعد أسبوعين وكلامنا دا مش معناه إن إحنا هنلغي الموسم أنا شايف إن دا تصريح مهم اللي هو؟ اللي هو مش هنلغي الموسم أصلاً ومش هنوعد يعني لا هو خليها بالترتيب كده ما نوعدش بالعودة بعد أسبوعين ومش معنى كلمة دا إن الموسم هتلغي لكن وارد كل شيء وارد في الوضع اللي إحنا فيه من وجهة نظري هو وارد قصة إنك المنفعش تدعو أو تتكلم بنظرة تشاؤمية أو إنك تتكلم في الموضوع بعيد أنا شايف إن إحنا المفروض نحط سيناريوهات لكل الأوضاع يعني لابد إن إحنا آه أنا بقولك أنا مش عارف إنهم هينقشوا لكن لازم نقعد ونقول لو هنرجع الرياضة بعد أسبوعين الوضع هيكون عامل إزاي؟ بعد شهر الوضع هيكون عامل إزاي؟ لو لغينا الموسم الوضع هيكون عامل إزاي؟ ما نفعش أفضل رد فعل لابد إن يكون عندي ملفات وعندي سيناريوهات معطوطة علشان أشوف الأمور هتمشي إزاي؟ لو تم الحالة دي لو تمت هتعامل معها بالوضع ده الحالة دي لو تمت هتعامل معها بالوضع ده لو قعدت مستني أكيد هخسر كتير هخسر كتير وقت هخسر كتير اقتصاديا أكتر من الخسار اللي أنا موجود فيها بناء على السيناريوهات دي ويتم إعلانها ممكن كمان الأندية تتعامل مع عزيز السيناريوهات تقول لك أنا لو تم تطبيق ده هعمل كذا ولو تم تطبيق ده هعمل كذا ولو تم تطبيق ده هعمل كذا هي دي الفكرة قدامي فكرة بقى إن إحنا نتكلم ونفضل قول المشهى الضبابي بدون منحبه حلول ده صعب صعب طبعا ما نفعش طب إيه دور الإعلام في الملفات الحديدا أو في الجزئية دي هو دور الإعلام في الوقت اللي إحنا فيه أنا شايف لحد اللحظة اللي إحنا فيها ما احترامنا الكامل يعني إن فيه بعض الناس بتتكلم بشكل منطقه وشكل عقلاني وفيه بعض الناس بتدخلنا في أمور أبعد ما يكون عن الوضع اللي إحنا يعني مش حاسين يعني الدولة حاسة مخطورة الوضع المواطن بدأ يحس بدأ يحس مخطورة الوضع شايف إن إحنا بقى فينا لقاعدين بنتكلم في حاجات فرعية يعني شفت تقريبا برنامج بتكلم يقول لك إحنا كنا في وسؤال من ضمن الرسالة المطروحة إحنا كنا نستعين بشيوخ وفي تحديد قوائم لمباريات مع تقريبا مع كابتن حاسنش حياتها ولا لا انت أصدق فترة الفراغ دي بقى هنقضيها في ذكريات لا لو هنقضيها في ذكريات طبيعي على فكرة طبيعي إنك هتعمل تدوير وإنك هتكلم في ذكريات فيش نشاط بس ما أقعدش بقى أتكلم لا بس لازم تشوف حلول للموضوع ولازم تناقش ولازم تشارك الناس ما أقعدش هتكلم في قصص اللي هتودي ولا هتجيب زي من الناس بك بتقول طيب ما تيجي نروح للقصص اللي لها أهمية لأن أنا كنت في الانترو باتكلم على رسائل نجوم القرى في العالم وإزاي في التوقيت ده حتى لو في عزل وفي حجر صحي لكل اللعيبة في التوقيت ده إزاي تتعايش مع الموضوع لكن وهي بتتعايش لازم توجه رسائل للجمهور لازم توجه رسائل للناس كفة سواء اللي بيحب القرى أول ما بيحبش القرى لأن النجم ده نقدر نقول قيمة كبيرة عند المشاهد وعند المتابع للقرى فتيجي نشوف فيديو كده لأحد النجوم بالقرى في العالم إيفان راكيتيتش طبعا نجم برسلونة وهو بيوجه رسالة كده للعالم وهو موجود في العزل وفي الحجر الصحي في التوقيت ده لأن دور الميديا في التوقيت ده لازم دي الرسالة توصل للناس نحن نقدم عدد من الماتيري أو الموارد التلفزيونية عشان الناس تعرف العالم ماشي ازاي وفي نفس الوقت تستفيد بأي رسالة ممكن تتوجه اليوم نشوف نشوف طيب نشوف إيفان راكيتيتش نجم برسلونة بيوجه رسالة لشعوب العالم فيختلق قصص يختلق روايات يكون فيه حاجة بسيطة تحصل فيكون قصة كبيرة من نسج خياله ده 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 اللي بيساعدك كده تبتيجي نستعرض كده تصرحات أول لاعب تعرض لكورونا في إيطاليا لاعب نادي إليوفي دانيال ليروجاني قالك أنا بخير لم أشعر بالأعراض التي قرأتوا معنا في الصحف كنت أول من يصاب بالكورونا في محيتي أأمل أن يساعد ذلك في الرفع الوعي وعي الناس لما أهميت هذا الموضوع أفتقد إلى عناق أحبائي أنا وحدي في فندق فندق اليوفي فندق النادي ومدة الحجر طويلة يوم بدورهم النجوم يوم بدورهم الحقيقي كلهم في محيطه نازم كمان بمناسبة نحن بنتكلم في نفس الموضوع النادي الأهلي يمكن أعلن خبر منذ قليل أو منذ لحظات تم تقليص عدد ساعات العمل داخل النادي للعاملين به واتفاء على غلق أبواب النادي لغاية الساعة التمانية يعني بعد الساعة التمانية باب النادي سيكون مغلق وما يكونش فيه أي حضور في النادي الأهلي قررت دارة النادي إغلاق أبواب المقر الرئيسي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد يوميا في السامنة مساء بالإضافة إلى تقليص عدد ساعات العمل اليومية بالنسبة للعاملين به إلى خمس ساعات فقط خطوة مهمة ومعبرة وأعتقد أن في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير وأعتقد أن في كل الأماكن على الفكرة إحنا محتاجين ده إحنا محتاجين في كل الأماكن اللي فاية على الفكرة هتقول للبلد هتقف ما هو إذا كان هو ده الحل يعني في المغرب النهار ناخدوا قرار بعد الساعة 6 ما فيش مطاهي ولا سينيمات ولا مولات ولا أي حاجة موقع تحسن من أي أو من أي مخطر ممكن تحصل يعني إحنا وقفنا قطاع رياضة كله وقفنا قطاعات كتيرة فلازم وبرضو لسه بتشوف زحمة في الشارع زحمة في المواصلات حاجة غريبة هلأ لأ التوعية اللي أنا بطلبها من نجوم الكرة في مصر حاجة غريبة يطلعوا يتكلموا مع الناس والناس المفروض عارفة أن اللي بيحصل ده مش أجازة مش رفاهية اللي بيحصل ده سهل جدا تونس علىية النشاط ده لازم أنا بتلسه بتكلم في الانترو عن أن كان مبرح فيه مطشاط كأس تونس خطوة مدخرة النهاردة تونس علىية النشاط لأجل غير مسمى أنا بتكلم دلوقتي في الأبعد من كده بتكلم في أن المفروض أنت لسه بتمشي في الشارع بتلاقي زحمة كتيرة لسه في المولاد بتلاقي زحمة في الهيبارات بتلاقي زحمة إحنا إحنا فعلا لابد أن الموضوع ده لازم ده اللي بكلمك فيه أن كل واحد في مجاله كل واحد محبوب كل واحد ليه ناس لازم يطلع يواجع الناس وقولهم أنا قاعد في البيت يعني أنا قاعد في البيت وما متحركش وأن المجتمع كله والمجتمعات كلها مش هيحاصر الموضوع ده غير القاعدة في البيت هو إيه الفايدة من أن الأولاد قاعدين من مجرسة والزوجات قاعدين في البيت والراجل برضو بطلع يتعامل مع المترو وإيه الفايدة نشاف برضو لازم يكون فيه إجراءات تصاعدية أكتر من كده ولو الموضوع زاد عن حد طيب أنا أعلن البلاغ أو البيانة اللي طلعته الجامعة التونسية والاتحاد التونسي لكرة القدم منذ حوالي ربع ساعة بالزبط قالت فيه بالتنصيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في وقته من قبل مؤسسات الدولة وتشير أو يشير الاتحاد التونسي في الصياقة ذاته لأن حضور الجماهير من عدمه في مقابلات كرة القدم في مسابقتين البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس والمتعلق بفيروس كورونا يرجع بالنظر أساسا إلى قرارات الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحيطة بهذا الأمر وفي هذا الموضوع خلال الفترة القادمة وسيتم الإعلان عن فكرة مدى عودة النشاط خلال الفترة القادمة مستقبلا مع الوضع في الاعتبار الوضع العام والمصطحة العليا للبلاد ده نفس المضمون بتاع البيانات اللي بتطلع من كل الدول وكل المهتمين بكتاع الرضا في كل المكان ما حدش عارف إحنا بدأنا الستارت خلاص انت بدأت خلاص عملت الستارت ما حدش عارف بقى النهاية إمتى آه الخطوة اللي جاية ما حدش عارف ما حدش هي كلها لو كيفية التعامل مع الحدث وتخط الأولويات أو تخط الحلول لبعد هذا الموضوع حتى الناس يعني بتكلم في حتى لو لغيت الموسم هتبدأ الموسم الجاية إمتى برضو لسه ما فيش وهو على فكرة برضو ده حاجة ممكن تعذر بها الناس شوية يعني ما فيش حاجة يعني العائق اللي خليهاك ما تكملش لسه موجود بس في نقطة يعني انت عندك تصريح لواء الروني أنديت البريمير ليك طلعت بيان وحذرت اللعيبة من التنقل في الوسائل المواصلات العامة آه الاتحاد الأوروبي عنده اجتماع خلال 48 ساعة الاتحاد الأفريقي أرسل لجنة طبية انت تحس ان العالم كله برضو بيشتغل يعني كله عايز يشوف اللي هيحصل لفترة الجاية ما هو طبيعي لازم يشتغل وطبيعي لازم يفرض الافتراضات معينة لكن مش هيبدأ تنفيذ الواقع يعني هو لو قعد وقال لك احنا هنرجع النشاط بعد ثلاث أسابيع ولسه الموضوع موجود هيأجل غصب عنه لا مش يرجع النشاط مش بتكلم في ترجاع النشاط بيتكلم في الحلول ان مثلا لو الفترة طولت ايه أفضل الحلول ايه ايه افضل الحلول ما هو في النهاية برضو ما هو برضو ايه أفضل الحلول العائق طول ما هو لسه موجود العارض اللي حصل طول ما هو لسه موجود ما فيش اي حلول هتنفع ده دي مش نظرة تشاؤمية ده الوضع هو المفروض بازا ما بقولك هي السيناريوهات لو بعد مثلا اسبوعين خلصنا او العارض ده مثلا خفت اعرضه او خفت اعرضه شوية هنعمل كذا بعد شهرين هنعمل كذا بعد سنة ممكن نعمل كذا انت ما تعرفش هتخلص امتى انت مش عارف تخلص امتى بس هي دي الفكرة فهو محدش هيقدر يحدد معاد معين الا كان فيه ازا كان فيه مجاسف يعني معاد معين ترجع فيه الرياضة او ترجع فيه اي نشاط هيبقى صعب جدا انك تكمله الا ازا عملت السيناريوهات اللي بقولك عليها عملت السيناريوهات طبعا يعني لازم تحط تصور تصور بعد مدة قد كده هيحصل كذا بعد كذا انما صعب انك تحدد معاد معين ترجع فيه نشاط دي وجه نظر يعني طب الاحداث الافريقية هل تتوقع تأجيل الكالشان طورة افريقيا للمحليين ده فيه تأجيل ده فيه تأجيل ده فيه تأجيل ده فيه خلاص ان القرار طال اللي قرر على وجه كم يطلع قبل ما ادخل شفت تقريبا احد المواقع ان خلاص القرار هي لجنة طبية مفوط في التأجيل بنتكلم فيه خلال ساعات عتقدم التوصيل انا شفت على معلوماتي طبعا لسه القرار الرسمي او الكاف معلنش بشكل رسمي انا معلوماتي هل تأجل وهل تأجل مش بدون موعد هل تأجل لحين اشعار اخر وتأجيلها ده معناه ان دور الابطال نص النهائي والكونفيدرالية هيتم ترحيلها برضو وتأجيلها لفترة الجاية وارد جدا كل الامور واردة يعني الاقتراح الاول في كل حاجة جاية او كل حدث جاية هو التأجيل ده لحد ما تشوف حل في الوضع اللي احنا فيه يعني واضح اللي هو ده اللي تجاه القارب يعني طب انت عندك معلومة انك كان فيه مباريات وداية بتتلعب اليومين اللي فاته نعم و لما تم تدوي الموضوع على السفش ما هو اوقات كتير لما بيتم تدوي الحاجات كده الناس بتفوق لا طبعا صعب يعني خلاص ما كنا سبنا النشاط يعني انتوا فدائية بس فعلا كان فيه فكرة مباريات وداية تتلعب اه الناس فدائية اصلي وداية الرسمية مهنا هنا هتاجلك كورونا وهنا لقدرنا اجيلك كورونا ما هو احنا اصلا هي الكورونا مش رسمية وداية المباريات اصلا بدون جميهر اشبه من ورات الوداية يعني وكنا خلينا النشاط موجود وخلاص طبعا عدم مش حاول بقول عدم وعي بس هو عدم وعي يعني للأسف هو عدم وعي او عدم ادراك بخطورة الوضع اللي احنا فيه يعني مش معقول ايا كان تدابيرك الاحترازية اللي هتعملها هتمنع حاجة ان العالم كله شايف انها غلط بس فهي دي الفكرة طيب منصات التواصل الاجتماعي والقائمين عليها ازاي كلها دور ايجابي في الفترة الجاية لتوعية الشعب تلاك كلامنا عن نجوم الكورة ولازم يكون لهم دور الفترة الجاية ويقوموا بداه بشكل مهم جدا لكن كمان لازم استخدم السوشيال ميديا لازم السوشيال ميديا تقوم بدورها في الموضوع ده والله شايف الفترة اللي فاتت الكلام من الجامهير او الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا طبعا فيه فيه اه اه توعية كتير منهم على فكرة من الناس الناس بتحاول تعيد نشر البسطات اللي بتتكلم عن التدمير اللي ممكن ان احنا نعملها او الناس ممكن تعملها النجوم بس اه شايف برضو لابد من اه تحرك كل واحد قدوة في المكان ده لازم يتحرك واحنا متأخرين هيا في مصر على فكرة متأخرين جدا جدا احنا عمانين ننقل انا ما شفت ويتات كده لشريف اكرامي لواليد ازارو ده خلالين 48 ساعة لفاتهم احنا للأسف منقل الداخل اللي في الداخل بنجيب من الخارج انا عمانين نجيب في ركيتتشو عمانين نجيب في ألسون بكر مثلا انا عمانين نجيب في نيفانتينو ما عايزين نجيب نجوم هنا مش في الكرة بس في كل حاجة عايزين نشوف الناس دي تقوم بدورها الحقيقي قدام محبينها يعني المفروض انت وانا معروف ان هما عادين في بيوتهم صور فيديو قول ان اعمل مداخلات في القنوات قول للناس اكيد مش بس اللي هي اللي هي اععدوا الناس في بيوتها او يخلوا الناس تاخد بالها اوي لفينيك دور قوم بدورك يعني قوم بدورك المجتمعي لازم تعمل بس النجوم برا قاموا بالدور ده على طول يعني محدش قال مسلا ليه برا كتيتش يعمل فيديو زي اللي عرضناه فيديوهات كتيرة اخد بالك برضو يعني معانا على حاجات كتير كنا عايزين نعرضها بس اتتكلم مسلا لوكاس فاسكز نهاردة كان بيتكلم حتى تدريبات هو في العزل بيتمرن وابنه الصغير معاه ما هو برا سابقك في كل حاجة ده مش مستغرب يعني بس المهمة هي احنا اتأخرنا كتير برضو يعني حتى لو ما زي هو سابق وبكتير احنا اتأخرنا كتير يعني احنا اتأخرنا كتير كريم بنزيمة عامل فيديو بس تقدر تقول ايه يعني فيديو سلب شوية اللي هو طالع في فيديو بيقول فيه ان انا مليت من العزل اللي احنا فيه ما هو كريم بنزيمة كريم بنزيمة لا انا بتكلم على فكرة يعني في فيديوهات تتكلم حتى لو في اطار اللي انت مش قادر اه توجه رسالة وعايز تتعبر عن احساسك برضو معملها في اطار كوميدي لكن اللعيبة في حد ذاتها لا اي مبدورها طبعا ومحدش طلب بينهم ده محدش طلب بينهم ده فحنا دلوقتي لما بنوصل لمرحلة ان احنا بنطالب الناس يبهم اتأخروا طالما وصلنا لمرحلات المطالبات يبهم اتأخروا كل واحد اللي بود ان يقوم بدوره الفترة اللي جاية وان شاء الله زي ما بقولك نصق بإذن الله العالم كله هيعدي المرحلة الصعبة اللي احنا فيها دي طيب ممكن نطرح سؤال بعض يقولك هو موضوعي او مش وقته فترات القيد ممكن تتغير بسبب ترحيل الدوريات الفترة الجاية وممكن تمتد للصف ده شيء انا متوقعه جدا متوقعه مش عارف بقى ايه مدى تطبيقه انا راضي تكلم في تخيولات بقى ما هو زي ما بتكلم انت مش عارف النهاء امتى فطبيعي وانا شايف برضو ان ممكن الناس شوفها من ناحية التعاقدات اصلا تأخرها ولا لأ كأنديها في العالم كلها دي خطوة ممكن تحصل يعني في أنديها ممكن كان بتفكر في الانتقالات الصفية بتاعتها الفترة اللي جاية لأ ممكن ترجع خطوتين ورا شوية انت مش عارف اصلا النشاط بتاعك هيتم هتستأنفه امتى يعني انت لو بتكلم بعد مسلا اسبوعين بعد ثلاثة بعد اربعة لأ هفضل مستمر في خطواتي معايا تتمهل في التعاقدات واللي تعمل ايه لازم تتمهل اه يعني لازم ما انت بتاعرفش ما انت اللي هجيبه اكيد هجيبه الملايين او كيفش عن دلالة لها فكرة نحن نتكلم في العالم كلم عن عندي بس خد بالك قبل ما نتكلم في الحلقة كان في خبر نزل على الماركة بتتكلم من اليو في عايز يجدد ما في شابتة من اخبار ماركة عايز يجدد الكريستيانو والاخبار كلام اه خلينا نتكلم في حاجات رسمية تحرك رسمي انا مش شايف ان فريق زي افينتوس مثلا بيعاني وعنده لعبة مصابة وعنده وعنده ودوري وواقف مش عارف هيرجع امتى بيفكر في انتقالات دلوقتي او كريستيانو كريستيانو يعني شايف ان الموضوع دلوقتي يمكن هو تفكير التفكير التاني الله اعلم بس من وجهة نظر انا لابد ان الاندية انت مش عارف انها امتى فاي لعب هتجيبه لو انت بتكلم بقى في الفئة بتاعة كريستيانو والفئة العالمية برا انت بتكلم في لعب بيقبض بالاسبوع من مئات الالوف فبالتالي لما تجيبه عندك من نادي هو اصلا متحمل قصته من الاول والاخر هتلاقي انت عملت عندك لعب بتكلم في الاندية كبير عا تلاقي اعمال بتجيب لعبة فئة اولة مثلا وفئة تانية عملت تتفعلها في مرتبات وانت مش عارف اصلا انت الموسم هيبدأ امتى ولا انتهي مش عارف اول الانتقالات اصلا هتبدأ امتى فهي مرحلة زي بقولك هي مرحلة هتكون ضبابية على كل حاجة على كل حاجة هتكون ضبابية بتباني ان شاء الله هي المرحلة تقل شوي تقل شوي بإذن الفتر طيب لو سألتك برضو على الاندبنت البريطانية كانت قالت تأجيل بطول الدور الانجليزي قد يمتد الى شهر ستمبر برضو ضمن الاطراحات الاعلامية اللي تتقال في هذه الموضوعات ولما اتكلم باطراحات اعلامية قد يمتد اكتر من كده وقد تقل لك عن كده كلها قد محمد بس كلها قد كل الناس بتتكلم فيه انت مش عارف الامور هتمشي ازاي فهي هنا بقى انت بتتكلم فيه ان انا نفس الطرح اللي بقولك عليه لو بعد شهرين لابد ان احنا بعد شهرين الناس تعرف انه بعد شهرين فتعمل هتفضل هتمدي الاجازة للعيبة اطول فترة ممكنة على فكرة هو بعد شهرين ممكن تدي لعيبة اجازة فترة طويلة ثم تقولهم او الناس مفروض بقى الفترة اللي جاية تطرح ونسأل اللعيبة الفترة اللي جاية تقدر تحافظ على اليقاطها البدنية ازاي وانت مش عارف هترجع امتى فتقدر تحافظ على النظام الغذائي بتاعها ازاي انت مثلا لما هتدي لعيب عشر ايام اجازة او او اسبوعين اجازة لابد ان هو خارج كده يكون معان النظام الغذائي بتاعه ولابد ان يكون فيه الية مراقبلية حتى لو هيجي النادي عندي كل ست ايام كل سبعة يعني مثلا في الاسبوعين اجازة يجيلي مرة في الاسبوع مرة في الاسبوع اشوف هو وزنه زاد ماشي على النظام ولا لأ لازم يكون فيه تواصل بين الاندية او الاجازة الفنية وبين اللعيبة عشان امور متضربش او متزيتش طيب في الاطار ده انت بتكلف في نقطة مهمة جدا انت دلوقتي في مرحلة ان مفيش تدريبات طبعا وفي عزل وكل واحد بيحاول قادر ان كان يبتعل عن اي تجمعها كل قافل لابد ان لو بعض الاندية بدون ذكر الاسماء يعني ما خدتش الاجراءات بشكل سليم وقدت لعبتها الاجانب اجازة وسفروا نفترض وسفروا رغم المفترض دلوقتي خلاص يعني يبقى في حظر تيران في العديد من الدول عشان فكرة الحد من انتشار الفيروس وجيت دوري انا بطرح موضوع ممكن الله اعلم بعد اسبوعين ان شاء الله بإذن الله ما الدور يرجع والنشاط يرجع من جديد بس جزء احترازي مهم اللي جاي مثلا ان شاء الله بإذن الله خدوا قرار بعودة الدوري والنشاط يعني يستأنف من اول ابريل والاجانب اللي سافروا دور راجعين يرجعوا على اللعب ولا تطبع لهم فكرة التدابير الاحترازية ويبتعدوا عن اي تجمعات منذ تسبوعين ثلاثة انا اعرف اندية بدون ذكر اسماء اعرف اندية منعت الاجانب بتوحح ان هم يخرجوا واندية بتفكر التفكير كويس تفكير احترافي على فكرة وبتنفذ التعليمات طبعا صح لخذية تعليمات طبية وفي تفكير اندية زي الاندية لك هتتلاقي موشات ودية يعني واتخطو دية فالفتele والآخر ان motivates اي meditating كل الاندية ليتجمع موجودة فى مكان واحد عشان كالا بتلاقي اندية متقدمة وفي ا دية طانية المهم خلينا اتكلم فى shovel هذا ان هنا بقى اكل دور لاتحد الكرة ولاجنة الطبية فى اتحد الك جاورة اكتم سافرت الفترة الحالية بص ارحمد الفترة الآجاه دية كلها فترة الاخبر فيه تفعيل دور اللي جاه الاكبر اه كل واحد يتكلم فى اللي بيفهمه مش واحد بس اللي بيدر للتحال. هستخدت بالك الناس بتنسى بسرعة وتخلش في خنقات بك. لا 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 اعرف. عايز على عب لعبتي. اللعبة رجعت. انا هافتقد خمس ست لعب ازاي. ما عايز ايما بقول لك اهو. انا لسه كنت بتكلم في الاول بقول لك ايه? انا بقول لك البلد مش مستحملة كورونا وصوت عالي. ما احنا بنتكلم في كورونا. ما هو يا كورونا وصوت عالي. نعم الاتنين كتير قوي. كتير. كتير. بص احنا بتكلم في حلول. ونتكلم في توعية. انت خالي ان الكورونا ممكن تروح. وصوت العالي ممكن مورش. مم. لا مش ممكن يا متأكد. كورونا ممكن تروح في العالم كله. لكن اللي مش لقيه له علاج فعلا. هو الصوت العالي. والخروج على النص. وفي توقيت العالم كله بي محسن حل. يعني انت تتخيل الحاجات دي ممكن في توقيت معين. تقول لك ايه? مسلا زي مسلا. اه شهر رمضان دخل علينا. فالحمد لله الايام كلها بتقوم او مبارقة. والشياطين مش موجودين بنا اوي وكلام. لما اساعدة الشيطان بوبا جواكت. ففي ظرف زي ده مسلا. لا لا لا. الناس كلها بتدور عن حلول. وبتشوف الجاي ازاي مستقبله. لا لا اساعدة بوبا الشيطان الانسان اقوى شوية. اقوى شوية. وفكرة الناس تكلم في يعني اغلط فلان او تجاوز فلان عشان فلان يرد عليك. لما شوية تو. هي قصة قصة صعبة. وزي ما اقول لك احنا مش هنستحمل كل. يعني الاتنين صعب. اللي تمشي الجماعة مع بعض. زي ما اقول لك ان الرئيس الحد الفرنسي قال لهم احنا مش فاضين. مين بطل الدوري او مين. مش فاضين اللي انتو بتعملوه. مش فاضين اللي بتكلم فيه احنا مش فاضين. احنا مش فاضين. احنا سفرت ولاعب لعبتي. اللي اللي مامشيش بالنظام يقعد. في حجر فيه انت جاي انت مسافر لمكان في بقرة فيها قصة كبيرة. انت اصلا مسافر من بقرة برضو هي ايه كده. مم. فاللي هيعمل ده يستحمل. مم. اللي هيعمل ده يستحمل. هو عارف اكيد انه فيه جراءات. بس اعتقد اللي عائل ده ممكن متوقع بشكل كبير ان ان النشاط مش هيرجع في بعد اسمه. ان شاء الله بازن الله الايام اللي جاية يا رب. هيكون شايلانا الخير. والايام اللي جاية بازن الله هيكون فيها حاجات افضل من اللي فات. والعالم كله بازن الله يعود من جديد الى النشاط. ان شاء الله. الاسر والعائلي والاجتماعي والرياضي ان شاء الله بشكل جيد بإذن الله الفترة جاية. ان شاء الله. خالد انا بشكرك. شكرا. وقدر ان كان حاولنا بس نقدم للناس مادة اعلامية محترمة في اللحظة اللي احنا فعل انه لحظة فارقة. ولازم نتعامل مع الناس في الظرف اللي احنا فيه بناحية علمية. ولازم نقدم لهم محتوى فيه توعية. يا ريت. ونناشد نجوم الكرة في مصر ان هما يكون لهم دور للتوعية الفترة الجاية. مش كل حاجة تبقى الحكومات او الوزارات هلا ايما بيها. نجم القرة في مصر لازم يقوم بدور المجتمعي. كل النجوم. هو يقدم رسالة للتوعية. طبع. كل النجوم مش كرة بس. اكيد. بشكرك يا خالد وكل التوفيق ليك. شكرا محمد. شكرا محمد. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمة من برنامج الاهل الليلة. والحديث لم ينتهي. لم ولن ينتهي. لان بالتأكيد في هذا الظرف. لازم يكون لنا دور ايجابي في التعامل مع هذا المشهد. سواء في المعلومة. سواء في الرقم. سواء في التوعية. وهنصر وهنؤكد على فكرة ان لازم نجوم الكرة او حتى نجوم الالعاب الفردية والجماعية. يكون لهم رسالة التوعية للشعب المصري الفترة الجاية. زي ما بيحصل في كل دول العالم وفي بعض الدول الافريقية والدول العربية. شكرا لحضراتكم. ونلتقي على خير ان شاء الله في حلقات اخرى قادمة. اشتركوا في القناة